انا لن ادخلك الجنة ولا هدى امدخلك الجنة الشي الاول ولا خير لك انت انت بنفسك انا محمد بن فرح ادني من دون نفسي يا الرب عندي لسان تجي اخي تكسب لنب علشاني وان حاطر جعي رجل لا انا استنكرتها منكم يا الرب وحنا كبر من هذا الامر وحنا اخوان مهما مهما صار الاخوان هم اخوان اللي من ام واب يتفابخان ويتحاوشوا قعد التغريدات مالها لجوم السادقين قال والله هي جميع الاعلاميين كلهم يقول لا تغربت لا تكو شي ثوني طال المسجد اللهم لك الحمد قاعد تفكر بيني بالنفسي قلت له والله لا افتح سبيس وانه قولي في خاطري الامر ما يستاه للرابع في الاول والخير انت اللي بتكسب لنب يا اخوي على شيء ما يستاه وما عدر انا قصت في بداية شهرتي يا محمد لا مهما كان الاعلام لازم انك تضحك يواجه لازم انك تسول لازم انك طبقنا هذا الشيء علي الحرم اني ما طبقته عشان دلكلام مشيت على قاعدة مهما كان اللي امامك سيء خالك اطيام منه لا تصير اسوء منه تصير انتو يا سوء ورا يجيل انتو تكلمت عنهم يا رابع ما ندخل بنياتهم ولا ارضى عليهم السجن قال انا ما ارضى عليهم يا رابع عشت معنا عشت معنا عشرنا بعض اني ارضى علي اخويه ما في خيلي مهما كان اللي بينه وبين اخويه والله ما فتحت السبيس اللي عشان اقول ذلك لا يشهد الله انها من قلب انا كني في دوامة لي كم من يوم رابع الله كني في دوامة وما اني مرتاح مدلي في شيء ما مريح ارحب افراضي هادي ها افراضي طلعي اخلق لها تسسعة وتسين الف اذور ممكن جواله طفا ممكن نعلق جواله دعوة بسيطة جاني مبسيكم وكاد يالله حيهم هادي شيء راجع ولكن طيبتك بتأذيكم وكل الناس مثل اللي في بالي اتأذيني اتعذبني وتغربني ما في اخلاص لكن عند الله سبحانه وتعالى بلقاها ونخوش وفي شيء في خاطري ثاني بقوله بالنسبة للاخ فهد بن سعد الله يجعل ربي يرزقه يا اخواني والله الذي لا اله الا هو لو اني واكسبش ولا بيسوي شيء اني سوي شيء اني استغله في هادي الوقت لكن اقسم رب الكائب اني اتجنب امور اولها امش البث والله العظيم ونكم من قس من اخويا يضربني اني ما ادخلت معهم اني تجنب كلمة بيض الله واجب جنب الله حالك الفضل لله سبحانه وتعالى وانا تعبت ونعيد سالفة الرجاء الفضل لله سبحانه وتعالى ولا شوينا للواجب ولوني تعديتها ما فين اخيك هذا ديننا ديننا يحث على كده ما لك فضل ولا لك منه رزق النساق هالله صوبه سبحانه وتعالى انا تعبت ونبيت الله اني تعبت والله العظيم اني اني تعبت ابوها علي ابو سبين سابشة قابل اشخاص ها جاتك بلوس جاتك اليوم في احدى الاشخاص من غير ذكر اسمه كاكسبت محتوى قلت كسبتها بالشركة جميلة وجاني شخص جاعني مبكي ولا عدم راسح انترهم لاحظني طول يومي الى اخر يومي قبل امشي مسكني على جنب اقسمه وقال لي كلامك سم برب الكعبة هالعبرة انها زتتين الشهرة هي لا بوح على ابو سبين كلبي اخوان اقسم باية الله العظيم حتى طيب اني احنا صار شكي نفسي احسنوا نواياكم جا اني مبسيكم انا الرجال فهد بن سعد والله الشهد علي قلت انت بي الشهرة ولا مات بيها قلت لا والله بيها قلتها بعد الله سبحانه وتعالى مثل ما ساقلك الرزق دا حطيتك بيدي بس الله هي جعلها في توفيقها اللي يبغى المحتوى ما بيه المحتوى جميع الرجال ما يعرف شي يا اخوان يا اخواني ما يدري ما يدري وش الهدايا اللي جايتها ما يدري وش الاشياء اللي جايتها الى الان ما خلصنا الحاجتين الدفة وكياب كم من ارض جاه والله ثم والله ما يتمصدر حد على ظهره الى انها ايه جميع من تكلم ابا وثقها وحده وحده ابا وقف معه بهذا الشي بعدها جعل ربي يوفقه ويسر الامر لا بلا كثير ثوالة قليلة الغنيمة الدعوها الطيبة وحسن النية انا اكسم بالله يا ربع اني اتكلم وانا عالكس هايست يا الربع فكروا يا اخواني فكروا فهم تكفوا اتركوني معلكم مني لو يحاربين الشعب كله اتركوني لا تكسبون درجة انتم ما تدرون وش اللي تحت الكاميرا يا اخواني والله ما تدرون لا ابو الاعلام على ابو سبعين سلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة